وحتى استنكر على الذين يجعلون الصيام هو عبارة عن أنه يستشعر الغني حال الفقير والفقير يحس بنوع من المواساة لأن الأغنياء ما يكمل وجعلوا الموضوع كأنما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله طاعتكم نحن وصلنا إلى أفضل الأيام حقيقة هذه العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة من أعظم ليالي الدنيا وحقيقة هذا موسم عبادات خالصة لله عز وجل وقد يتساءل البعض وردتني حقيقة بعض الأسئلة من بعض المحبين أنه لماذا اختارتم هذا الموضوع في هذا الشهر الفضيل الذي هو شهر عبادة وشهر صيام وقيام وتتكلمون عن الأموال والادخار وهل له علاقة فأحببت حقيقة أن أطالع معاكم في مقالة مهمة جدا للشيخ محمود بن محمد شاكر رحمه الله تعالى اسمها عبادة الأحراب واليوم رح نتكلم فعلا عن معنى الصوم كونه عبادة للأحراب طبعا رح نقل بعض الفقرات مع التعليقات لحتى نبين سبب اختيارنا لهذا الموضوع في هذا الشهر الكريم معنى الصيام يقول الشيخ من حيث نظرته إليه هو عدق النفس الإنسانية من كل رق من رق الحياة ومطالبها من رق الأبدان وحاجاتها في مأكلها في مشربها من رق النفوس وشهواتها ومن رق العقول ونوازعها ومن رق المخاوف حاضرها وغائبها انتبه انتبه معايا يقول حتى تشعر بالحرية الخالصة حرية الوجود حرية الإرادة حرية العمل حرية إيش العمل هذا قاعد يتكلم عن معنى الصوم اخوان فيا متابعين الكرام لما نتكلم عن الحرية المالية نحن نتكلم عن حرية العمل حتى لا تضطر لأن تسكن في أرض يسلب فيها دينك يؤثر فيها على عقلية وتربية أبنائك أولادك من أجل الرزق يستعبدك هذا المال وتجعل كل إراداتك وشهواتك كلها منصبة في تحصيلها بأي طريقة كانت هذا هو المقصود وحقيقة الشيخ هنا نص عليها في هذه المقالم بهذه الأحرار بشكل رائع جدا يقول فتحرير النفس المسلمة هو غاية الصيام وحتى استنكر على الذين يجعلون الصيام هو عبارة عن أنه يستشعر الغني حال الفقير والفقير يحس بنوع من المواساة لأن الأغنياء ما يكون وجعلوا الموضوع كأنما يقول يعني شبع بطون وأكل وهذا ليس المقصود يعني هذا يقلل من يعني معاني الصوم اللي أرادها الله سبحانه وتعالى لتحقيق تقوى الله عز وجل يقول هو غاية الصيام الذي كتب عليها فرضا وتأتيه طوعا لتتعلم هذه النفس الحرة التي استخلفها الله في الأرض وتقييم الحاق ولتقضي به ولتعمل به إلى آخره كلام طويل يقول فأوحى إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فأن يخبر الناس كما في الحديث القدسي عن ربه إن الصوم لي وأنا أجزي به ليش؟ لأنه ما في رياء لأنه جرد الله يعني تجرد الإنسان لله تعالى من كل شيء لا يراد به إلا وجهه يعني ما في حاجات اللي هي خاصة في النفس المادية كلها تنتزع في ساعات من نهار رمضان ولذلك الله سبحانه وتعالى هو ليتقبل على مقدار هذا الإخلاص ليجزي به كما يشاء ودلل هذا المعنى أيضا دلل على هذا المعنى في معادلة غريبة جدا وسبحان الله من كلام الله عز وجل يقول إذ جعل الله يعني في ثلاثة أحكام جعل على من قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة ودية المسلمة إلى أهله بعدين فمن لم يجد في تدرج الكفارة تجد أنه دائما الصيام يكون مقابل عدق الرقبة فمن لم يجد فصيام شهرين المتتابعين ثوبة من الله وقال أيضا في الذين يظاهرون من نسائهم قال جعل أيضا كفارة فمن لم يجد فصيام شهرين المتتابعين من قبل أن يتناسع وجعل أيضا كفارة لليمين تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام كل هذه الدلل على أن هناك علاقة بين مسألة الحرية ومسألة الصوم فالله سبحانه وتعالى يعني جعل في أحد مراتب كفارة عدق الرقبة في المرتبة التي تجي بعدها هذه الخطايا الثلاثة هو الصوم لم يجد فعليه أن يعمل على تحرير نفسه من رق الحياة ورق ضرورات البدن ورق شهوات النفس فالصيام كما ترى هو عبادة الأحرار وهو تهذيب الأحرار وهو ثقافة الأحرار ومن ظن الثقافات الثقافة المالية تحياتي لكم وألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة